السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفات جديد من شاء الله سنشارك معكم تشكيلة رائعة دي الوصفات أو الوجبات للعشاء اللي سهلة وفي المتناول تقدروا تعتمدوها حتى الغداء أو تعطوه بلدات صغر ديلكم يدوم معهم من المدرسة أو اللي كنتم العملي اللي كنتو خدامين إلي عجبكم هاد النوع للفيديو يتوبغوت وابغيتو نزيدكم منو وصلوا الفيديو لأكبر عدد من اللايكات هكا باش نعرف فيديو يعجبكم شكرا لدعم ديلكم شكرا للكلام الزوي اللي كتقولوا حقيوا وبنسبة الأخوات لي أول مرة كيلتحقوا جدد بالقناة مرحبا بكم وفضلا وليس أمرا لك المحتوى دي القناة كيعجبكم دعموها باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقوا دائما توصلوا بجديد الوصفات وعلى بركة الله ندوزوا مباشرة لطريقة تحضير بالنسبة الأول بصفاء غدي نأخذ هنا تنجرة هنوضع فيها واحد الكمية ديال زيت زيت اللي كتبقى على حساب الضوغ ثم غدي نوضع قرعة مقطعة بهذا الشكل هادا قرعة بسيبسية تكون القرعة رقيقة ما فياش زري عوصافي نضيف على القرعات لسالة الفصوص ديالتوما مقطعين كنضيف الملح اللي كيبقى على حساب الضوغ وكنشحرها تويمة والقرعة بحالي كنقلي القرعة تماما يعني باش كتبنن وكيجي المضاق ديالها زوين تقدروا اي نوع ديال الخضراء كتعجبكم في هذا الوقت تهديد اراني دائر واحد تنجرة فيها الماء كيغلي بعد ما كيغلي الماء غنضيف له شو ديال الملحة شو ديال زيت زيتون او زيت نباتية ثم كنتوضعوا اي نوع ديال المقارونية عندكم تسلق انا دفتها ديال النوع هذا وما كنخليوش يتسلق مدة طويلة يلا كيتسلق نسلقها من بعد كنقابل هذه القرعات بمجرد ما كنشوفها تشحرت غدي نضيف لها هنا يا ماتشا سوغيز يعني هذه ماتشا صغيرة كسعطي واحد المدر زوين واحد المنضر زوين اللي بات ديالكم وهنا عندي حبة ديال ماتشا محكوكا او الصلصة ديال الطماطم اللي لكنت عندكم هكا متحونة هنا ضفت معلقة كبيرة ديال مركز ديال الطماطم قليل من الفلفل الاسويد القليل من البودرة ديال الباصل وكنخلط واحد شوية غير لما كتشحر دياليع متشا ذيك ماتشا يعني كتحولو ما أمكن ما تخليوش القرعات طيب بزافية وماتشا صغيز يعني غير واحد شوية ديالك شعش متشا صغيز كليتها لأنا متشا دوغية كط؟ سوف نضع المقارنية ونضع المقارنية ونضع المقارنية ونضع المقارنية ونضع المقارنية اضع الجبن نصف ونضع المقارنية ونضع المقارنية تقدموا الطبق مباشرة تقدروا الوصفة صحية تقدروا الوصفة صحية مئة في المئة بطبيعة الحال ستتغنى على الجبن هذه العشيوات تقدروا تعتمدها حتى الغضاء ستجيب بنينة سهلة في التحضر لا تدخل وقت كثير و يريدونها الصغار و الكبار و لا يوجد ضروري تقدروا اي نوع متوفر و يريدونها ولداتكم نتمنى حبيباتي الغاليات القتراح يكون الإعجاب و تجربوه ندوزوا القتراح اخر نأخذ واحد البول او جبانة و نوضع فيه جوج البيضات متوسطين في الحجم و يكونوا بحرارة المطبخ سوف نقوم بتطريب اليداويل لديكم تطريب كهربائز او بالعجانة ثم نضيف هذا البيض مزيان و نضيف عليه نصف كاس زيت الزيتون او الزيت النباتية و نضيفه ثم نقوم بتطريب مزيان كما تشوفوا معي في الصورة ثم نضيف علبة ديال الياغورث طبيعي بدون سكر قياس ديال العلبة هو 110 غرام بالنسبةل ياغورث كان العلبة اللي فيها 110 غرام و كان اللي فيها غي 100 غرام كنخلط مزيان دائما بالاستعانة و تضرب اليداوي حتى كندمجوا مكونات و نضيف كاس ديال الحليب حليب دافي 1 شوية قياس دافي 150 مليلتر لدينا الحليب دروري دفيوه 1 شوية نقيقه بجدار ثم نضيف معلقة صغيرة الخميرة الخبز نضيف الملح قليل من الفلفل الأسود ثم نضيف حلوة و نضيف ملح نضيف قباين نضيف ملح و نضيف ملح ثم نضيف ملح في الأخير نضيف و نضيف ملح نغطى إليه بالبلاستيك الغذائي و نجعله يختمر لمدة 30 دقيقة نغطى إليه و نجعله في مكان دافئ نغطى إليه مقيلة و أضع فيها حبة البصلة من توسطة في الحجم نقطعه على شكل طولي و نضيفت إليها مليحة و شوية الفلفل أسود و قليل نشحر واحد شوية شامبينيو وضع المقلام نشحر واحد شامبينيو نشحر واحد شامبينيو ٣٠ دقيقة ثم نخوئه من ذاك الهواء ونخذ نفس الخليط ونخذ صينيه اللي نفرشه الوراق بإمكانكم هذا الخليط تدروه في ميني كيك او تدروه في صينيه تدروه في صينيه تدروها كبير يجب أن تحضرها في القوالي بسبوسات أو في ميني كيك هذه البيتزا تجي بنينة بزاف وسهلة كما تستطيع العجينة وتعينيات خمر مدة طويلة أو تقرسيها هكذا توجد كل شي في دقة واحدة و تدخلي الفران هذي أسهل طريقة تحضروا بها كشي و أجبها للعشاء أو حتى الغداء لشي لا تقدروا توجدها يجب أن تضع الخليط في الصينية يجب أن تضع الخليط في الصينية يجب أن تسرح الخليط بالنسبة للعبار الصينية والفرن سوف نجد صندوق الوصف مع المقادر سوف نأخذ السلصة الخاصة بالبيتزا كأننا نضعها هنا فوق هذا الخليط و نسرح مزيان كما تشوفه باستعانة بواحد المعلقة يجب أن تضع الخليط في الصينية سوف يقومون بوضع الفران سوف تضع الخليطة في الصينية أو الصينية شخصة البيتزا سوف نضع الخليطة في الصينية في الصينية والفران شامبينون اخوذ المضاق شامبينون تنخيف خلال شامبينون شامبنون شامبينون وهو مضاق نضيف المصطر ايضا يمكنك طبقا بفكر و يمكنك طبقاء في المقلة و يمكنك طبقا بوضع المهم هو انك توجد واحد الحويجة لديدة و بدينة يبغيها لولدة ديالك واحد الملاحظة فهذا بقي تهدير ان يشاعل الفران كيسخن ضروري تكون مسخنين الفران مزيان من قبل هنا غادي نوضع شوية ديال الجبن موزاريلا من الفوق يعني كيمية الجبن كتبقى على حساب الدوق ديالكم بنسبة الاخوات اللي كيسولوا دائما على الجبن موزاريلا كنستعمل ديال غاستروميكس كينا زرقا ميلكا كينا ديال جبن الاحمار كينا بززاف ديال انواع عندهم زيت هنا ب شوية ديال فلافي الالوان و غادي ندير شو حد شوية ديال الزطر و وداي ندخل هذا الصينية الفرن كان اشال اليها النار من اللتحت على درجات الحرارة ميه وسبعين دارجات واحد تتنفخها هذه البييزا مزيان و تتحمر مع الجوانيب و بعدها تحمرها بشوية دلوين من الوجه ديالها بينسي بالاخوات اللي عندهم غير الفرن الغازي كان ادخلها الفرن لها درجات حرارة قلب المتوسطة حتى تنفخ هذه البيتزا و تتحمر مع الجواني بعد تشعروا عليها من الوجه دياله تاخد الوين و تزيت تتحمر راه كتجي غزالة كتجي رطبا و بنينة بزاف كما اشتو سالة في التحضير تنزولوها من ديك الورق ديال الطبق و ديك الورق ديال الطبق يساعدنا بزاف باش تغير كتقدرو تحيدو البيتزا ديال الصينية ديال الفرن كما قلت لكم بإمكانكم تدروها على شكل ميني بيتزا صغارين او تدروها بحاجة بحاجم عائلي كتخلي واحدة تبرد بعد مكتب طبيعة الحال كتقطعوها مربعات على الحساب القياسي ناسوبكم و تجمعوا في حساب القياسي كل مرة كتجبدو قياسي بغيت انتم إما كتدرو بيها القوطي أو تعشو بيها او تعطيو البيتزا صغار دياله مع المدراسة تقدرو الدوام معكم العمل وبالنسبة الحشوار راه ديرو ديك شي اللي متوفر عندكم كل واحد كده على الحساب الاستطاعة دياله غيت تقو بيارك كتجي رطبا بنينة و لديدة ما تشبعوش منها كي مشتوع شاخفي فضرايف مع برير الداتي اللهم اديم نتمنى حبيبات الغالية هاد الاقتراح هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه وندزو الاقتراح اخر واللي هو اشاء خفيف ضرايف وصحي بامتياز كي يعجب صغار وكبر هاد الوصفة عادة كنديروها بالزرع هاد شعير هاد شعير هاد ديال سنابيل غزال جربوها البنتشي حاجة اللي طوب طوب انا صراحة جربته جبني بزاف وبغيت نشاركوه معكم هاد شعير مقشر ومطبوخ يعني فيت مطيب من قبل لغيك يوجد لكم فيها هاد البكية فيها نسكيلو 500 قرام لنقي وزوين كي ما كتعرفوه الشعير صحي بحالي هاد شعير هاد شعير هاد راتيجي زوين وكي طيب دغيه ما كي تعطلش في الطياب لانه طيب شوية من قبل غادي نحلكم ده باش تشوفو كيدير من الداخل صراحة جربته جبني بزاف وبغيت نشاركوه معاكم عوض ما تديرو الشيشة ديال او البلبولة او الزرع ديرو هاد راتيجي زوين بزاف كتلقاوه عند محلات تجارية را كيتباع عند انا شريته غيم عند ملحانوت انا وريتكم ده باعا قرب غادي نوضعوه هنا فحد جبانة ضروري ان نغسله شوية يعني ما كتحتاجوش ترطبوه لا في الما لوالو بحال ده بمن سنا نزرع زرع كرطبوه في الما ولكن هاد شعير هذا ما تحتاجو لا ترطبوه لاوالو غادي تديروه هنا فحد جبانة القياس اللي غادي تطيبوه وكتراقبوه إلا كانت في شي حاجة هو نقيمة في شي حاجة زوين كتراقبوه إلا كانت في شي حاجة ومن بعد غتغسله مزيان وديرو فحد الشبيكة يستقطر وعدك تطيبو به يعني عدك تطيبوه ما تطيبوش مباشرة من اللي احسن تغسله مزيان خديت هنا واحد تنجرة وكان وضع فيها هاد شعير هذا مبعد ما غسلته درته كي يستقطر ومن بعد غادي نضيف الملحة اللي كت نضيف زيت الزيتون زيت زيت زيتون هي المساند الرسمية للوصفات الصحية كنخلط مزيان هادل الشعير مع زيت زيتون والملحة كتحاولوا دك الزيت تتلبس دك الشعير علي كتحاولوا يتغلف زيت زيتون اضافة زبدة او زيت نباتية الى مكان البادل اضافة الماء اضافة الماء اضافة الماء اضافة الماء اضافة غير وقد اضافة اضافة ال�ğim بحال هكا بحال الروز بحال الزراع انتفادوها كان مقام قابلة ديك الشعير هو كيطيب وانا كنحرك فيها هكا حتى كيطيب مزيان يعني حتى كتحسو به دلوه تحديو فيه بيديكم كتتقاو طيبراه ما كياخدش وقت كتير يعني ساعة المقانة كانت واجدة هاد الوصفة هدي ملاحظة إلا بغيتو تزيدوا تضيفو شوية دي الإيلان هكا تحنوه بغيتو تضيفو أينو دي الزراع كيعجبوكم يعني كل واحد يضيف ديك شي اللي كيعجبو أنا غادي نضيف الزعتر ولا دي تيعجبهم الزعتر وغاي بغيو ياكلوه لي بززعتر ضيف شوية دي الزعتر كيعطيو واحد مضاق هائل خليو حتى الآخر باش يبقى الجهد فيه وليك عندكم الزعتر خضر يكون أحسن ومن الأفضل خليو الزعتر هكا باين نقاوه وخليو هكا الوريقات باينين باش كيجي باين في هذا في الوصفة كنبقى هكا مستمر نحرك هاد الشعير هادا كيما كتشوفو معايا يعني راه كيولي معلك كيما كتشوفو غادي نضيف له دابا مني كتشوفوه مني كتشوفو بيه سافي طاب كتقلبوه كتلقوه طايب كتضيفونو الحليب لما كتبغيش الحليب ما غاديش اضيف الحليب اللي كيبغي يضيف الحليب المركز يضيفو كل واحد وشنو كيبغي يضيف أنا الوصفة هكا نفضلها كنضيف لها الحليب لأنا ولدي كيبغيو لحليب اي وصفة شعرية الروز في الحليب كيعجبهم غادي نضيف الحليب وكنضيف الحليب أنا مباشرة وكنضيف الحليب أنا مباشرة وكنضيف الحليب مباشرة تيجي ديك المادا قد الحليب ما طعبش كيجي زوين في هاد الشور بعد يا راه تجي زوين صراحة غنم اكدى غادي تجربوها وغا تعجبكم شا خفيف ضريف صحي وتخضروت في طروبها حتى في الصبح بالنسبة لأخوات اللي كيبغيو السكار يعني يديروا هما ولادهم يديروا واحد شوية دي السكر باش ما يبقى لكل واحد يدير في زلافتو ديروا فطقة بحدة ديروا واحد شوية المهم القياس لي ناسبكم سنضيف مباشرة أصير على الطنجران بعدما نضيف الحليب مثلا نخليه شي طيب وكنقدموا الوجبة دينا وهي سخيخنا كالحال بارد كتسخن وكتدفي وبإمكانكم تديروا حتى بما طيشة يعني كيجي زوين بحشك ديان الشيشة بما طيشة بمضاقة ديال الحريرة راح تيجي زوين ان شاء الله راني غادي نشاركها معاكم كنقدموا الوجبة دينا خفيفة ضريفاها كمعة طميرات أو شوية الكرموس يابس الشريحة أو خبيزها كاقري مع زويتها بلدية نادرتوا واحد شوية ديال العسل ديال العسل اللي كنت خديته من عند دار المليح صدق غزال شي حاجة زوينة بزاف كين عندهم جميع الأنواع ديال العسل ورام كدروا التوصل لجميع المدن وعندهم واحد العروض اللي زوينا بزاف نتمنى حبيباتي الغالية هاد الاقتراح هنا لإعجاب ديالكم وتجربوها ديال وصفة صحية مئة بالمئة بالنسبة لأخوات اللي بغوا يزيدوا يغنموا الوصفة يضفوا لها أي نوع ديال الزرار كي يعجبهم ولا ضفتوا إن لن يكون أحسن إن لن عندوها فوائد صحية لا تعد ولا تحصى حتى السيليوم حتى هو زوين إن شاء الله غدي نشارك معاكم واجبات اللي عشان اللي غدي تعجبكم بزاف غيكون فيها واجبات صحية واجبات عادية هكا باشكردي وجميع الأدواق هنا غدي ناخد واحد البول وغانوضافيه كاس من الحالي بيكون دافئ ثم غنضاف إليه 4 كاس زيت الزيتون أو الزيت النباتية اللي عندكم كنضاف الملح اللي كيبقى على حسب الضوغ ثم غنضاف مع القاس صغيرة ديال السكار تقدروا تنخصم الكيمية ديال السكار غنضاف القليل مبودرة ديال التوم وغنضاف تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز هنا ضف تقريبا نصف مع القا كبيرة يعني مع القا صغيرة كانت رمزيان هاد الخالي تقدروا تخدموا بالكاس ديال الخلاط كربائي أو بالميكسور ويلي عندكم العجانة غيكون أحسن غنضاف هنا مع القا كبيرة هنا من حبوب ديال البطافو ثم غنضاف الكاس الأول ديال الدقيق الأبيض اللي بطبعة الحال خصو يكون مغربا وكنخلط مزيان بالسعانة بالطراب اليداوي غنضاف كذلك الكاس الثاني ديال الدقيق وأنا كنخلط في نفس الوقت طبعة الحال بعد ما كنتقال للعجينة غننتخلص من الطراب اليداوي وغننعجين بيديها كباش كنتحكم في القواند ديال العجينة بنسبة للكاس الثالث كنضافه على دفوعات لينة قوام ديالها كيكون متوسط كنخلط ديال كيميا ديال زيت اللي بقاتلي في الكاس ديال كاس اللي يضف ديال زيت ديال 4 كاس اللي يضف ديال زيت كيبقات في واحد القطيرة ديال زيت الزيتون غادي نستقطرها وغادي ندهن بها يدي وكنحاول لبس بها العجينة كندلك غي واحد شوية ماشي بزا فخي كنجمعها ما بين يدي كيس بلاستيكي وكنخليها في ذلك البول اللي عجنتها فيه او تقدرو توضعوها في كيس بلاستيكي او علبة ديال البلاستيكي منسبة الكيميا ديال دقيق اللي دخلاتلي دخلو لجوش كيسان ونصف كاس مايو عادي 250 جرام الدقيق الابيض تقدرو تقسمو نصف الكيميا دقيق الابيض ونصف كيميا دقيق الفينو أو تعجنو الزرع يبقى لكم الاختيار ضروري تغطيو على العجنت ديالكم بلاستيكي غدائي او تدروها في البلاستيك او كيس بلاستيكي اللي بغيتو كتغطيو بحل المليدي وكنتخليو العجنت في مكان دافئ حتى كتختامر ويتضاعف الحجم ديالها في هاد وقت هاد ناخد مقلا كان وضع فيها واحد الكيميا ذيال زيت الضوغ كان وضع هنا بصلة كبيرة مقطعة على الشكل طولي ثم نضيف تقريبا محل تلف صوص ديال تضيف الملح ونشحر هاد البصلة واحد شوية كما كتشوفو معايا في الصورة كان مقا كنشحر هاد البصلة كما كتشوفو معايا حتى يتبدل اللون ديالها وكتنزل واحد شوية دبا غدين تقدروا اي نوع ديال اللحم عندكم اللي بغيت انتم ما تديروا الكفتة أو صدر ديال دجاج أو الكفتة ديال دجاج كل واحد كدير على حساب الإمكانيات دياله هنا غد نضيف تقريبا واحد المعلقة صغيرة ديال المطار اللي هي الخردل هنضيف واحد قليل من السلصة الحار هاد اضافة اختيارية وغد نضيف العطرية ديال الشوارمة اللي سبق اللي وشارقتها معكم في الفيديو ديال العطرية بالنسبة الاخوات اللي عدل تحقو جدادين غد نخلي لكم الفيديو ديال العطرية في صندوق الوصف هاد العطرية هادي كتصابوا علي ديال احسن بكتير ما تشريوها جاهزة كتصابوا العطرية علي ديال كتعرفوا شنو كتاكلو شنو كتاكلو ليداتكم بالنسبة الدجاج دائما شحرو على نار لتكون مرتفعة ما تكون مهيلة لانك يطلق ديك السوائل ديال وتيفقد القيمة الغذائية ديال دائما اللحوم طيبوها على نار تكون مرتفعة يعني كتاكلو كتشحروها هكا باش ما تطلق السوائل ديال وكل ما قطعت الدجاج بسرعة بمجرد ما تقس الدجاج تقلب وتتلق بحصف الطاب سنضيف الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء التي تقدروا تضيفوها تضيفو هنا قرعام حكوك خزون حكوك تضيفو المكوّر اللي عندكم اللي تعجبون اللي داتكم في الخضر تقدروا تدخله إن الإنسان تدير الحشوة على حساب الإمكانيات دياله على حساب الدوق أنا نخليها بزاف سفي غد نتفاعل ونخلي الحشوة تبرد ونضيفو العجينة اللي بطبيعة الحال كتكون خمرات وتضاعف الحجم ديالها إلا كان الحال بارد ونخمر العجينة بسرعة إما في طنجرة ديال الضغط أو في البلاستيك تتسدم زيان أو في كيس البلاستيك تتخمر بواحد سرعة كبيرة ضروري نخليه العجينة من الهواء اللي كيكون فيها الداخل ودروري نضفو سطح العمل ونضع فوق منه العجينة ديالنا لأن سطح العمل هو اللي يعطينا يعني اللي كيساعدنا باش نخدمو العجينة ديالنا بكل أريحية أنا نقسم هاد العجينة على ستة ديال الكورات بنسبة لكم أنتم قدروا دلوا ستة دلوا ثمانية دلوا يعني هذا القياس ديال هاد الفطائر كتدروا على حسب الدق ديالكم أنتم أنا المهم قسمت هاد العجينة على ستة ديال الكورات كي مشتو راهم توسط في الحاجة ماشي كبار وماشي صغير ولكم الاختيار كرجع نغطي لهاد الكورات ديال العجينة والبلاستيك غدائي نخلي دائما تضيف الكيميات الدقيق لتكون مناسبة لا تكون كثيرة وما تكون عود ثانية قليلة لتسسقط العجينة وتعوج لكم فوق سطح العمل بالنسبة السمك العجينة يكون رقيق هذه العجينة تصفخ بزافية يعني رقيق السمك ديالها سنضيف السلصة ديال البيضا اي سلصة كتبغي اضيف السلصة البيضاء تقدروا السلصة ديال الجبن او تديرو الكريمة ديال الطياب من بعد سنضيف شوية الجبن موزاري او تقدروا تضيف الجبن شيدار تقدروا تضيف الجبن شرائح ديال صندويج او تقدروا تضيف في الحشوة قطاع جبن متلاتات او معلقة ديال الجبن هكذا تجيكم الحشوة معلقة وصافية هذا هو الدور ديال الجبن كي اعطي الماضاق وفي نفس الوقت الحشوة ديال كتكونوا كتاكلوها كتجيكم فيها واحد تعليق واحد الملاحظة ما توصلوش صلصة ديال التماطم للأطراف ديال العجين هكذا تلتسق لكم لين الفرد مبغاش تلتسق لكم كتروا غي واحد شوية ديال المغي شوية بصبع كتحاول الفرن اللي فرش فيها الورق ديال الطبخ وبطبيعة الحارة نفض الوقت تشاعل الفران كي يسخن ضروري تتأكدوا من ذيك الأطراف بأنهم تدودين مزيان هكذا ما تخرج لكم في الحشوة أو يضيع الشكل الفطائر ديال كم كم استمر دائما تنطلق العجين من بعد نوضع الصلصة ديال الطماطم او اي صلصة عندكم كتعجبكم وما توصلوش صلصة الاطراف هكذا كتتسد لكم العجين كتديروا الكيميا ديال الجوب اللي تناسب كم تقدروا تتسخن على الجوب وكتديروا الحشوة ضروري الحشوة تكون باردة هكذا باش ما تقطع لكم العجين ومن يكتغلق على الفطائر ديال كتحاول تضغط مزيان وترجعو تردو تطوي هكذا كتتأكدو بان الفطائر ديال كم صدودين مزيان من بعد ما تكملو دهنو شوية ديال السلصة ديال التماطيم الخاصة بالبيتزا كندهنو الوجه ديال هالفطائر تقدروا الدهنو البيض اللي بغيتو غير دهنتو البيض زيدو مع البيض شوية ديال السلصة بغيتو وكتزينو من الفوق شوية ديال الجوب او زينو بغيتو ديال حبوب الطافو او زينجلال اسود او زينجلال ابيض اللي بغيتو بالنسبة لي انا هنا زينتو ديال الدوائر ديال الفلفل الحمراء وفلفل الخضراء وكان اخذ واحد لعود البروشيد كندير توقف فسط هاد البيض يعني باش مكترتقو في الفران وكندخلو من الفران كما قلت لكم يكون سخون بزيان كما تعرفو هاد الفطائر كل هم يكندخلون الفران خسيكون فورم سخن من قبل هكا كباش كي ينجحوا معاكم وكي ينتفخوا في الفران كي يجوكم زوينين هنا غادي ندخل هالفور سنشعل عليها النار غير ملتحت على درجة حرارة متوسطة او على نار حتى ينفخوا ويبدأوا تحمرو مع الجواني بعد تحبطوهم وتشعلو عليهم من الوجه ديالهم كي يجيوا ورطي طبين كي يجيوا غزال كي مستشرة هم طايبين من الفوق ومن التحت وما كتجي شاني العجينة غلادة ومضقصة ديكش هاش تقول لكم رققوها فبنتكونو كتلقوها خليتوها غليضة واحد شوية غدي يجيكون الملاحظة دائما الحشوة تقسمو الحشوة على عدد الكورات أو عدد الفطائر التي تحضرها لكي يجيكم الحشوة متساوية نتمنى حبيبات الغاليات يكون هذا الاقتراح أعجبكم هذا الفطائر تقدروا تأكلهم مع شربة مع بريلدات تقدروا تقدروا لقوتي تقدروا تقدروا كبار أو صغار تقدروا لولدات صغار تقدروا معكم العمال يعني اقتراح ساهل وزوين بزف ورهم يجيوا لدادين نتمنى هد الاقتراح هنا الاعجاب ديالكم وتجربوه وندزو الاقتراح آخر غدي ناخد هنا واحد نجرة أو نقيلة اللي بغيت ونضع فيها واحد شوية زيت الزيتون ونضع فيها تقريبا واحد ثلاثة الفصوص عكا ديال التوبة ما كيبغوش الكبدة ديال جاج او ما كيبغو لونش وليداتهم كتجيون فيها النسمة ولكن بها الطريقة غاد تعجبكم بزف كناخدو هاد الكبيدة بحالي اللي غاد نقليوها فوسط هاد هاد توما وزويتا ولكامون هكا هكا باش كتبنن وكتلداد وكتحيد منها زفورية بطبيعة لحال لك الكبيدة تħلها حتى تتقل او عاد تطيئ وجودها ونجعلها على جلب تبرد حتى تبرد ونجعلها لفعوش تبا ضع لكم شكل كبدة الياس القربة على جلب ونضع واحد طلبي الأمور نضع فيها وضع زيت الزيت نضع البخ زيت الزيت نضيف ملحة ملحة نضيف ملحة نضيف ملحة كبيرة الاثقية نضيف ملحة نضيف ملحة ملحة نضيف ملحة وضع كبيرة للمرائقة يجب أن نزلها في الكبدة أحيانا كبيرة للمرائقة وكنت تجمعها في الكونجولاتور ونحتاجها كمرة ضيف سلصة الطماطم ضيفه بعد وقت شحر البصلة ضيفه من بعد وقت شحر البصلة ضيفه من قطعين الرقاقين و من قطعين الأحوامض المصير اقوم بميز ونحضر هذا الزيتون من خضرات التي ترقبت معكم في الفيديو قبل العيد الكبير هذا الطواجن طريف الحامض كان هناك زيتون من الزيتون سنينة ومن ثم وانه يوجد طواجن بسبب الأخوة التي تريدون البيض قمت بتبديد أفضل يجب الطواجين ويجب في طواجين صغير ونحن نخفر يجب بالغضاء كل يمكن من الضواجين قمت بإمكانيات ومن ثم إمكانيات تقم بإمكانيات اعجاب اضع كمية زيت الزيتون ثم نضيف بصلة متوسطة ثم نضيف ملحة 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 للمشاكل تابع الجنة ثم نضيف ملحة أدخ فلت ونشحر هذه الجنوحات لكي يتبننوا لدادين ونقص عليهم ونغطيهم بالغطاير ونجعلهم يتشحروا على خطرهم إذا بغيتوا تدروا قطع صدر دي الجاج ونوقع عندكم ديروهم من بعد ما كيتشحروا ديك الجنوحات مزيان ويتشربوا العطرية ويتشربوا ديك التوابيل غدا نضيف له واحد الحباء دي الماطيشة كبيرة محكوكة واحد معلقة كبيرة دي المجون او المركز دي التماطم ومن بعد ما قد نضيف الماء تقدروا كمية دي المالة التي تطيبون فيها حتى مقرنيةاتكم أو سباكيتة مجرد ما كانوا يدخلهم طيابها في الجنوحات سوف يدخلهم الطياب ونضيف المقرنية تقدروا تطيبونه سباكتي أو مقارنية ما بدأت سانطةير تقدروا تديروا الكفتة في عروات الجنوحة تشحروها واحد شوية تتحيدها وفي ديك لاصوس ديالها تضيفو مطاشا وتضيفو المقارنة ديالكم انا اخديت هادي النوع المقارنية الصغير كي يعجبوا الولدة الصغير ديالي وغادي نغطع ليها وكنخليها راها تقريبا ربع ساعة كتكون واجدة هاد الأوكلادي راها كتجي سهلة وكتجي بنينة بزاف وواحد الملاحظة دائما اي نوع ديال المقارنية بمجرد ما كتوضعوه في المريقة او كتوضعوه تسلق غيشو ورجعو حركو حيات كي يخد ديك الفورمالي كتوضعوها فيه كتلقاوها بحالي لا تسقط يعني كتوضي بحالي لا قاسحة اللي غي توضعوها في التنجرة حركو وعاد غدا وخليوها كتطيب على خاطر هاته كتتشرب المريقة ودروري كتخلي واحد شوية ديال لاصوس في المريقة ديالكم في الليبات ديالكم هكا باش ما يجيكم شناش فين يجيكم شاحتين وهنا بمجرد ما غدي نطفع لهاد المقارنية سافرهاها طابس غدي نضيف واحد شوية ديال الكرافص مقطع رقيق الكرافص كي يعطي واحد الماضاق ليزوين بزاف منسبة الاخوات اللي ما يبغوش ولادهم الماضاق ديال الكرافص غدي تديروا المعدنوس ولكن فاش كونوكا طيبو المقارنية ديالكم ديال واحد وريقات تيدنا موسا غينا صيحة مني ديال جربوا الكرافص تيجيوا عجيبين تيجيوا بناني بزاف تقدروا تديروا شوية ديال الجبن من الفوق تقدروا تديروا شوية ديال الكريمة على حسب الدق ديالكم انتوما وغدا نقدمو المقارن ديالنا مباشرة في طبق ديال التقديم محدا ما زال سخونات تجي بنينة شوفوا معايك كيفيش كتجي لاصوس فيها كتجي زوينة بزاف الماضاق ديال هاكي جي زوين نتمنى حبيبات الغالية هاد الاقتراحين الاعجاب ديالكم وتجربوه كماشتو عشاء خفيف ضريف ساهل ماهل غير مكلف حتى لا بغتو مدروش جنوحات خدروت ديرو غير مقارنية بوحدها او الصنطير او الشعرية او الروز هادا سباكيتي حتى يكتجي زوينة شوفوا معايك كيفيش كتجي المقارنية شبعانة صوس كتجي زوينة بزاف الى هنا وصلنا نهاية الفيديو وكنشكرككم دائما على حسن المتابعة ديالكم على التعليق الطيبة ديالكم نتمنى هاد الفيديو يعجبكم واللي عجبكم ما تنسوش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات كما كتعرفوا اللايك مهيم بزاف النجاح الفيديو والبرتاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل الفائدة وقولوا ليشنوما الاقتراحات اللي بغيتو في الفيديو المقبل خليوهم لي في التعليق إلا عندكم شي ملاحظات حتى هي خليوها لي في التعليق وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفات أخرى بحول الله تعالى